اشتركوا في القناة وقال الاتحاد الأوروبي أنه لم يطلق أي طلب من المغرب للمساعدة بعد الزيزال المدمرة الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية وأودى بحياة أكثر من 1900 شخص وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميخيل بوينو في تصريحات لموقع الحرة لم نطلق أي طلب من المغرب للمساعدة بعد الزيزال وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي يعمل من خلال آلية الحماية المدنية التي يتم تفعيلها بناء على طلب رسمية للسلطات المعنية وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساعدات لليبيا في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي تسببت بمقتل الآلاف وذلك بعد طلب من السلطات الليبية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء